وبالوقت الذي يظهر فيه يظهر للصورة للسيد القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري يقول ويصرح بصريح العبارة اللي يتكلمون عن السيادة أرجو أن يتابعون هذا الشيء يصرح على كل القنوات العربية والقنوات الإيرانية والقنوات العالمية بضرورة رفع الحدود بين إيران والعراق وسوريا ولبنان إذن اليوم لما أنا تكون عندي حدود مع دول أتكلم عن سيادة ومن حقي كمواطن عراقي وكسياسي وكحتى ققائد أمني أتكلم عن سيادة لكن لما ترفع الحدود بين الدول أكو سيادة بهذا الموضوع خلي يحدثون الدبلوماسيين خلي يتحدثون ويانا المحللين يتحدثون ويانا السياسيين اللي خفصونا سيادة وما سيادة وتنظيم داعش ما أخذ أكثر من ثلث العراق لما اتحررت تكريت وتحررت بعض المناطق بمحافظة صلاح الدين ورجعت بصدد عملية إعادة الأراضي العراقية إلى حضن العراق فاليوم قائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري واللي ظهرت صورة أمامكم ابحثوا عن كل القنوات وابحثوا عن كل بسائل التواصل الاجتماعي شنو اللي يصرح بي رفع الحدود وإلغاء الحدود بين إيران والعراق وسوريا ولبنان وعدم إقامة أي حد أما الحكومة العراقية ردت فعلها حتى اللحظة في حين هذا الخبر صار لـ 12 ساعة لما طرح حتى اللحظة الحكومة العراقية مظهرت أي ردة فعل لا طالبت بسيادة ولا قالت الإيراني يا بتو شون تحشون على هذا الأساس وأحنا بيصدد حل أزمة مع الجانب التركي فلا تتكلمون عن سيادة وأحنا حدودنا رح ترفع هذا إذا كان مشروع عملية جسنبض فخلنشوف الشارع العراقي اللي حرق العالم التركي بساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد كيف سيتعامل مع هذا الموضوع مع تزامنا مع رفع الحدود مع العراق